لنا في البداية ننعي إلى جماهير الكرة المصرية وإلى جماهير نادي الإسماعيل على وجه الخصوص رحيل الكابتن أدهم السلحدار أدهم السلحدار عليه رحمة الله ودي برضو يعني مسائل قدرية إن الله وإن إله راجعون النهاردة أدهم السلحدار هو المدير الفني لفريق المجد السكندري بيلعب مباراة ضد فريق الزرق الحكم حسب أربع دقائق وقت بدل ضائع قبل ما تكمل الدقيقة الثالثة فريقه جاب جون هدف الفوز لكنه كنا بنقول الهدف القاتل وهدف الموت المفاجئ إذ بها حقيقة فعلا كابتن أدهم السلحدار فرح فرح جمدة سجد لله شكرا لكنه لم يقب من سجدته فرقت روحه للحياة فاضت روحه إلى خلقها وهو ساجد يحتفل فرحا بهدف قاتل لفريقه في وقت صعب جدا طبعا دخلت على الفور سيارة الإسعاف إلى الملعب تم نقله إلى المستشفى لكن كانت كلمة الله نافذة ألف رحمة ونورة على كابتن أدهم السلحدار يمكن حتى مسؤولي نادي المجد وهم بينعوه قالوا الرجل لغاية آخر لحظة كان مصل العصر بلعبته إمام كان حريص جدا على أنه يزرع فيهم الالتزام والسلوك والأخلاق والانضباط كان مجد جدا في عمله قدم فعلا تجربة عمل كويسة كان مدير فني عرف حتى وهو لاعب بالأخلاق الحميدة والسلوك الرياضي كان ضمن فريق الإسماعيلي اللحقة بطولة الدوري 91 واللحقة كاس مصر أيضا النادي الإسماعيلي أعلن الحداد ثلاثة أيام والنادي الآلي أعلن نعيا ومشاطرة النادي الإسماعيلي الأحزان في وفاة الراحل أدهم السلحدار للفقيد الرحمة ولأسرته والمحبيه ولكل جماهير الإسماعيلي الصبر والسلوان نجم كبير من نجوم النادي الإسماعيلي وكرة المصرية مشهود له بالخلق بالالتزام بالرصانة والرزانة وهو لاعب وهو مسؤول في الجهاز الفني في الإسماعيلي نموذج من نمازج العطاء الطيب والسيرة العطرة رحمة الله عليه وربنا يسكن فسيح جناته برحمته بإذن الله وإلهم أهله الصبر والسلوان كل العزاء للنادي الإسماعيلي والكرة المصرية